تعالوا ناخد اول سؤال من الاستاذ عربي من الاهلية. الله عليكم. وعليكم السلام ونحط الله بركاته استاذ عربي. ازاي حركة امشاه. فضل ونعمة. بعديتك اختي لتجوزتك عندها خمسين سنة. خمسين سنة. اه بس بتتعالك يا فاني. مم. ببتصلشها ولا فجر ولا ضخر ولا عصر ولا مغرب ولا عيشة. العمل ايه? اجاوب على حضرتك الاستاذ عربي. الله. معاك. ما هي بتتعالك انا بوديها المستشفى. انا عارف ما انا اجاوب على حضرتك. انا اجاوب على حضرتك. في سؤال تاني استاذ عربي. لا الله يخليك. الله يعيز حضرتك. بص يا استاذ عربي. مش هقولك ده طبيعي. لكن بيحصل في اوقات كتيرة ان ده بيحصل. البنات في بعض البنات لما يتأخر الجواز عندها او ما تتجوز وايه تكون عايزة تتجوز. بيحصل لها. احساس هو فين فين ساعات تقول فين رحمة ربنا. وساعات بتقول فين عدل ربنا. ان فلانا وفلانا وفلانا اللي مش ملتزمين بالاخلاق زي جوزه وانا ما جوزتش. فيبقى بيبقى اقولك الحقيقة يعني وده اتنوع من انواع السيولة الدينية. بيبقى تركها للصلاة. نوع من انواع التمرد على مولانا سبحانه وتعالى. ان هي رفضة. طيب هي ازا كان بتتعالج نفسيا والدكاترة قالوا مثلا ان اللي عندها دوت نوع من انواع الاكتئاب الشديد مثلا. احنا في المرض النفسي في درجات. في درجة بنحاول نساعد المريض النفسي بالعبادة وبالذكر وبكل شيء. وفي درجة ما نقدرش نضغر عن مرض النفسي في حاجة. فانا نصحت لحضرتك ان احنا نتكلم عن الصلاة عنها. ان نتكلم عن الصلاة معها بما يتعلق بالجمال والرحمة والحب. بعيدة عن الكلام عن الصلاة. ان هي بتحقق الامنيات. لان هي بتقولك تم انا صليت عشرين سنة ولا تلاتين سنة قبل كده وما تجوزتش. فانت لما تجي تكلمها عايز تكلم عن الصلاة. عن كلمة عن الصلاة عن جمال الله. وحب الله سبحانه وتعالى. وكون ان الله سبحانه وتعالى كريم ودود. فكلمة عن العلاقة بالله. مش كلمة عن الثواب ولا الجزاء اللي هتحصل عليه من الصلاة والعبادة. ده المدخل اللي انا شايفه ده. بس كمان مع المدخل ده لازم نسأل الدكتور بتاعها. هي الحالة اللي هي فيها. اذا كانت هي في اكتئاب. شدته ايه? شدته قد ايه? لان في بعض الاحيين في بعض الاشكال من الضغط ممكن توصل الانسان ده الى ان هو يبقى في حالة صعبة جدا وممكن يعمل الحاجات غير غير مناسبة. اللي انا اقول تقولك نكلمه عن الصلاة بهذه الطريقة. لان اوقات كتيرة جدا جدا بيبقى الانسان عايز يصلي ومش قادر يصلي. بسبب الضغط. حكمه ايه? حكمه مدانة هو قادر يستوعب وكده. ان احنا نظل ننصحه. وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لها الشفاء ويكتب لها الخير ان شاء الله. ويجمع لها مبين تمام الاجر وتمام العافية يا رب العالمين. ارجو ان انا اكون وضحت تحضيرك ودعي لها كتير. دعي لها كتير وحاول بقدر الامكان ان هي تخليها تغير بنامج حياتها. لان بنامج الحياة مع وجود حالة ثابتة زي حالة عدم الجواز دي بتزود من الالم وتزود من واجعها وبتزود كمان من شدة المرض عليها. فانت لازم تغير لها برنامج حياتها. تدخل حاجات جديدة جديدة في حياتها وكمان تعمل رياضة وكمان تخرج بقدر كبير جدا جدا ما تبقاش موجودة دايما في نفس المكان.